شهادة العمر فوائد 5100 جنيه وطلبها من خلال الانترنت ده عنوان الخبر اللي موجود معانا وهسيب لكم الخبر بتاعه في الوصف علشان الناس برضو تتأكد ان احنا ما بنعملش اي اخبار وخلاص بدون تطويل نخش في الموضوع على طول تعددت وسائل التوفير حسب طبيعة كل شخص وتفكيره فلدينا الكثير من طرق الادخار حيث يفضل البعض شراء العقارات والقيام بتأجرها للغير هذه الوسيلة تكون امنة للبعض وسابتة لكن تخيل انك في حاجة مسة للمال لن تستطيع توفير بشكل سريع لذلك يعتبر الاخرين شهادات الادخار هي الافضل طريقة مع اختلاف البنك تختلف الشهادات فهناك من يعطي قيمة عالية وتلك البنوك يكسر فيها العملاء وهناك بنوك اخرى تقدم قيمة قليلة لكن حجم العملاء لديها ليس كبير وبالتالي شراء الشهادات من الفرع سيكون امر سهل الامور حاليا تختلف كثيرا عن السابق فلم يعد العميل بحاجة للتوجه للفرع لطلب شهادة خاصة من البنوك الحكومية ونحن هنا نتحدث عن البنك الاهل المصري بالتحديد حيث يوفر لكافة العملاء الاشتراك في خدمة اسمها الاهل نت من خلال الانترنت ويمكن بعد الاشتراك شراء الشهادة بشكل سريع وسهل يوفر البنك الاهل المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ومدة سريانها سلاسة سنوات ويمكن طلب الشهادة بداية من الف جنيه ومضعفتها يعني ما ينفعش للناس اللي هتحطها يقل من الف وتعطي الشهادة عائد 9% متغير والتغير هنا يعني بأن السعر غير مستقر فإذا قرار البنك المركزي زيادة أو تخفيض العائد يتم تطبيقها على صاحب الشهادة سواء كان جديد أم لا والميزة أن العميل يحصل على 0.25% على أن يتم التطبيق من اليوم العمل التالي للتغيير ويمكن الحصول على العائد كل ربع سنة بمعنى كل سلاسة أشهر فعند الإدخار بقيمة مبلغ 170 ألف جنيه تحصل على 5100 جنيه كل سلاسة أشهر ده ببساطة علشان الناس اللي ما بتحبش رغي كتير هتحط 170 ألف جنيه كل 3 شهور هيجي لك 5100 جنيه بدون حسابات وبدون الدخول في تفاصيل إزاي بتتحسب علشان في ناس بتقعد تقول لا أنتو حساباتكو غلط لا اللي عامل الموضوع ده محاسب قانوني وزي ما بقول لكم ده من البنك نفسه واللي حابب يتأكد موقع البنك الأهلي موجود علشان الناس اللي بتحسب إن احنا بنقلف الأخبار لا زي ما قلت لكم المصدر موجود عندكم هذا المبلغ يعتبر بمثابة مرتب شهري لكن المزايا هنا أنك لست بحاجة للتوجه لعملك كل يوم أو أي أمر آخر ده طبعا شوية دباجة مكتوبة من الخبر لكن الشروط اللي موجودة أو اللي مفروض نعرفها عن الشهادة دي هنقولها دلوقتي حالا يمكن للجميع التفكير في الشراء لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفها قبل الشراء وهي كالآتي واحد يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء اشتريتها يوم واحد هتاخد إن شاء الله في معدل تجديد يوم اتنين فعند شراء الشهادة يوم الأحد العائد يبدأ احتسابه من يوم الاتنين وليس نفس يوم الشراء يمكن طلب استرداد الشهادة بشرط انتظار إن يعدي عليك ست شهور من يوم العمل التالي للشراء يعني اشتريتها يوم الحد زي ما قلنا وبدأت يوم الاتنين هتقعد ست شهور في نفس المعاد بعد ست شهور في اليوم بعد يوم الاتنين اللي هو يوم الثلاث في حالة قبل المدة بست شهور تعصرت ولديك دائقة ما لا يمكن طلب الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من الفروع هي دي الحالة اللي انت محتاج تروح فيها البنك لو لقدر الله احتاجت المبلغ أو احتاجت فلوس ضروري علشان عندك أي ظروف ممكن تاخد اقتراض بضمان الشهادة وكمان ده حلو علشان ما يفكش الشهادة بتاعتك وتخسر فيها تستطيع استرداد قيمة الشهادة كاملة عند انتهاء مدتها بحيث لا تجدد يمكن طلب بطاقة اقتمان بضمان هذه الشهادة وبطاقة الاقتمان دي فايدتها ايه ليها فوائد كتيرة ومنها ان انت تقدر تشتري منها حاجات بالقسط بدون فوائد وناس كتير في مصر عاملة كده وتقدر تستفاد بالعروض دي ولو حابين اعملكوا فيديو عن الموضوع ده وقول لكم بالتفصيل انا عناية ليكم بس انت اكتبونا في التعليقات اللي الناس بتحتاجوا واللي احنا بنحس ان هي عايزة تستفسر عنه وبنعمل عنه فيديوهات يبقى ملخص الشهادة دي زي ما قلنا سريعا كده علشان ما نطولش عن الناس اكتر من كده من الاخر الشهادة دي العائد بتاعها متغير بس يعني بيتراوح ما بين لو انت حاطت مية وسبعين الف جنيه من خمس تلاف ومية لخمس تلاف وخمسمية جنيه ده كل تلات شهور علشان الناس ما تحسبش ان ده كل شهر ولا احنا بنتحك عن الناس ولا الكلام ده كله لا كل تلات شهور هيجي لك خمس تلاف ومية جنيه الناس هتقول لي يعني ده مش مبلغ كبير وده ماشي انا معاك ان ده مش مبلغ كبير بس تصدقني في الوقت الحالي هو من احسن الحاجات اللي موجودة اللي تقدر تستفاد بيها من البنوك لو انت ما عندكش اي مشروع تاني علشان لو انت معاك المية وسبعين الف جنيه مش هيجيبولك شقة تقدر تأجرها لحد تاني ولا هتقدر تعمل بيهم حاجة غير ان انت تحطهم في بنك عبال ما ربنا يكرمك وتلاقي مشروع ينفعك ويزود دخلك ودخل كل الناس باذن الله وفي حاجات تانية على القناة هنعملها الفترة اللي جاية هتفيد الناس بخصوص الدخل مش بس الناس اللي هي الشباب اللي هي الربح من الانترنت والكلام ده لأ هنعمل حاجة كده جديدة للناس الكبيرة في السن اللي هي خسرت كتير من البنوك ومن الناس اللي خسرت من الفوائد بتاعت البنوك كانت بتعتمد اعتماد كل على الشهادات دي ففي ان شاء الله كذا مشروع يخص الناس الكبيرة في السن وهي قاعدة في البيت اصحاب المعاشات ان شاء الله الفترة اللي جاية انتو بس اكتبونا في التعليقات احتياجاتكم وان شاء الله زي ما قلنا هنعمل حاجات تفيد الناس كلها كبار السن والشباب وكل الناس زي ما قلنا الشهادة دي مئة وسبعين الف جنيه هتحطهم هيجيلك مبلغ يتراوح من خمس تلاف وخمسمائة لخمس تلاف ومئة جنيه لان الشهادة بها عائد متغير مش عائد ثابت الربح بتاعها او الشهادة العائد المتغير بنسبة تسعة في المية مش هيقل ان شاء الله عن كده ولكن ممكن يزيد شوية فدي الشهادة زي ما قلنا اسمها شهادة العمر دي اللي موجودة دلوقتي في البنك الاهلي وتقدر تتصل ومرة الفاتحة انا عملت مكالمة من البنك الاهلي المرة جاية يعمل لكم مكالمة من التفاصيل او بالتفاصيل الزيادة عن الشهادة دي لو حد حابب يعرف اي حاجة عن الشهادات اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنفيدكو بكل جديد علشان التعليقات اللي جات لكتير عن موضوع الشهادات والناس متضايقة جدا زي ما قلت انا سيب لكم الرابط اللي موجود وفيه شهادة تانية قريب في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة يوم ان شاء الله 11.10.2020 يوم 1.11 فيه اخبار جديدة عن البنوك شكرا لكم والناس اللي بتشوفنا دايما باستمرار كل اللي داس لايك للفيديو بنشكرك وتسلم ايدك او ايدك ما تنسوش دعمنا لايك واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلكم اشعار بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم على مشاهدة قناة مسائل اخبار اشتركوا في القناة